صباح الخير لكل المشاهدين يلي عم بيحضرونا أكيد باللبنان وبالعالم العربي أو حتى بالعالم لنتشارك أنا وياكم بشوية حركات رياضية اليوم اخترت لكم أنا مجموعة لعضلات التشاست لعضلات الباك ونرجع منكرر كل مرة أنه بالمينموم بقد ما فيكم بالمينموم بأسبوعكم يكون له شوي نكهة رياضية أو طابع رياضي من الحركة اللي بتختروها يعني اليوم الشغلتين أساسيتين لازم تفهموا أنه الإنسان كيف تبعيته بتكون خلال الأسبوع أو خلال النهار وقديش بيعمل oriented activity يعني بروح على الجيم أو بيعمل إشياء منظمة وممنهجة فبكل بساطة الناس اللي عندهم كتير activities بحياتهم مش يعني ما لازم يتمرنوا يعني يلي بيمشي كتير يلي شرط طبيعة عمله بتخليه ما يكون قاعد بتخليه يكون متحرك دايما منيح جدا بس هيدا منه كافي لنقدر نوصل لنتيجة البدنية وخاصة الموضوع اليوم بيحاكي تقوية أو بارت منه بيحاكي تقوية عضلات الظهر 70% من العالم بيعانوا من أوجاع ظهر من العالم كله بيعانوا من أوجاع ظهر أو بوقت ما كان عندهم أوجاع ظهر مش يعني ما اليوم عضلات قوية بتحل هيدا الموضوع لحبلش على البنش أهمية البنش أنه بتخليني أعمل حركات أكتر بتعطيني خيارات أكتر لكونا عم بعمل حركات أكتر ويكون في تنويع بالحركات الرياضية اليوم أكيد الويتس اللي بيستعملون أنا هني ديمو ويتس كل إنسان بدي يكون عم بيشتغل على الويتس تابعوله يلي فيه يقوله هون أنه أكيد فيهم إجريكم يكونوا على الأرض أنا توأفويد الأرش لأنه هيدا البنش عالي شوي بعلق إجريه لخلي ظهري شوي فلات أكتر والحركة اسمها دمبل بنش برس من هون واحد مع التمشدودة اثنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر لاح روح بعد خمسة واحد اثنين تلاتة أربعة وخمسة على مهلة لحوقف من هون كرميل انتقل لحركة تانية حركة لعضلات الظهر وبتعرفوا أنتوا عضلات للتشاست بالميلة الأمامية من أعلى الجسم عضلات الظهر بيمتدوا من أسفل الرقبة لأسفل الظهر مجموعة من العضلات تتكافل مع بعضها كرميل تقدر تعطينا حركات معينة وتعطينا أكتر من هيك حماية لسنسلة الظهر يلي هي موضوع حساس جدا فيما يتعلق بالعضلات يلي بضحيت فيها لحيشتغل بالبار من هون أول شي ووضعية الجسم يلي أنا دايما بكرر هي أساسية بكل الرياضات يلي بنعملها من هون لعلي أول شي أخذ البار أرجع أنزل من منطقة الخسر لتحت لهون ضهري ما لازم يكون متقوس ضهري لازم يكون بشيء اسمه راسي ما لازم يكون لفوق لازم يكون فيه علي بمنطقة السورفيكل بارك بالرقبة لفوق لازم يكون من هون عشر مرات واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانة تسعة عشرة برجع لتحت لهون شوفوا إجرية الحركة هي العضلات الظهر الموجودين بالأبر بادي طبعي بس شوفوا إجرية كيف كانوا عم بأمنوا للراف على هالحركة وإجرية قديش كانوا تستادي على الأرض ما كانت واقف وإجرية عم بيهزوا كان فيه سبات بالحركة وهذا السبات بإجرية لح يعطيني أداء للحركة بطريقة أفضل لحجع روح على التشاست ولكن عم بستعمل مختلف الأكساساريز لحكون على الفتنس بول لما أحكي فتنس بول يعني بالنس بول لما أقول بالنس بي عالم الفتنس يعني كتير من العضلات عم بيشتغلوا مع بعض كرميل يأمنوا لي السبات لجسمي السبات بجسمي اللي حكيت عنه هون بالحركة السابقة هو نفسه اللي عم بيحكي عنه كلما جسمي سابت اللي حيقديني اللي حيعطيني برفورمس أحسن اللي حيحسن للأداء تبعي البانش منقول عنه فلات سورفوس مثلا مثل هلأ ستادي سورفوس وما عم بيتحرك ما بينما الفتنس بول أو البالنس بول شغلي كلياً دفرنت لأنه سطح غير متوازي وبالأكتر كمان سطح بالنس ما فيه بالنس من هون شوفوا شو رح أعمل لعلي منطقة الحوض لفوق راسي على الفتنس بول من هون هعمل حركة للشست اسمها واحد اتنان تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانة لحدية عشور مرات تسعة وعش بحط الدمبلز على الأرض شوي شوي لفوق على مهلة متل ما رجعت فتنس بول على جنا بروح لحركة لعضلية الظهري اللي هي وان آرم دمبل رو برجع بحكي عن موضوع السبات برك اليوم الهاي لايت طبع حلقتنا كيف في جسم تبعنا يكون ثابت ليقدر يأمن رافعة أساسية لنقدر نشتغل في كتير محلات نشوف تكونوا عم يشتغلوا في سوينجينج الوزن مش مناسب للجسم عدة أخطاء نقعة فيها بقلب الجيم بس هيدا ما بكون الهدف طبعا يعني مش كل مرة تشوفوا عم تزيدوا أوزين عم تزيدوا أوزين يعني هيدا الشيء المزبوط بالعكس يزم تكونوا الوزن يلي عم تحملوه تشالنجينج كتير لقالكن ولكن انتم سيطرين عليه بكل أوقات أو التعدادات يلي عم تعملوهن كل ما تكون الحركة عم تقدوها بطريقة ضعيفة النتيجة مش بس لح تكون return للنتيجة مش بس لح يكون ضعيف ولكن اللي ح تكونوا عم تزيدوا خطر إصابة من هوني وان اربع ضم الرو قبل فوق واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة الكوع لأعلى نقطة ممكنة ستة سبعة تمانة تسعة عشرة برجح بغير إيد من هوني كمان سبات بإجرائية منيح على الأرض انا ايجو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانة كمان تسعة عشرة بيرفكت إذا بدرجح أحكي هلأ تشاست كولتشر ما في أحكي تشاست كولتشر بلا ما يكون عم بحكي بش اوب بركي أكتر حركة بيعملوها العالم بكل الحركات الرياضية أو مباني الحركات الرياضية هي البش اوب ليش حركة سهلة تنعمل تنعمل وين مكان مرتبطة دايماً إذا بدتكن بالرياضات العسكرية وبالجيوش بتشغل عدة عضلات بنفس الوقت أكيد بياخد قسم كتير القسم الكبير من هالعضلات هو التشاست اللي بيتأثر بالبش اوب يلي بنعملها إذا بدت أحكي فرايتي أو موديفكيشن ببلش اليوم بخلص بعد بكرة فينا نعمل حلقة كاملة على الموديفكيشن يلي فينا نعملها للبش اوب اليوم أنا لحعمل رجل البش اوب على إجرية وعلى إيديية بتعرفوا أنتو دايماً البش اوب يلي بتنعمل على العركاب دايماً بعيد ما اسمها بوش اوب للبنات اسمها بوش اوب معدل في كتير شباب بيبالش يعمل بوش اوب على ركابهم وبعدين بيصيروا بالطريقة اللي عم بعملها أنا هلأ عشر مرات من هون أكيد عم تسألوا عن وضعية الرأس نحنو عم نعمل البش اوب هالياتورة لازم يكون عم نطلع على تحت هالياتورة لازم يكون عم نطلع على قدام والطريقة الأصحة أكيد دايماً ما يكون فيه شي اسمه سورفيكل اكستنشن لفوق يعني لما نعمل البش اوب هيك مانا البش اوب صحيح لازم يكون فيه دايماً الانيمنت لسلسلة الظهر يلي هي انكلودينج الفقرات الموجودين بالرأبة الحركة المزبوطة لانيكون راسي لا لتحت ولا لفوق ولكن جالس وعم نطلع بالأرض ننتبه اكيد نحنو عم نقدي الحركة ما نكون عم ننزل بسرعة ما نعرض حالنا لإصابية بمنطقة الوج وهذا شي طبيعي لما يكون دايماً عم بقول أنا ننتبه نكون نحن مسيطرين على الحركة اللي عم نعمله وعلى الوزن خلال مسيرتي اللي بتنتد لسنوات طويلة بالنوادة وبالتدريب الرياضي وباللياقة البدنية شفت عدة إصابات سخيفة جداً ما كان إلا لزوم أبداً 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 مشاناك اليوم إنه نعمل رياضة بطريقة كتير مدروسة مهمة كتير من هون اللي حياخد لحقوق أرجع وقف بثبات لحركة اللي حعملها اللي حنزل فيها لتحت بتطلع بالمرية كرميل دايماً وجود المرية وجود المرر كتير بتساعدكم تكونوا عم تشوفوا البوستشر تبعيدكم هنزل لتحت كمان ما في لفوق رأسي عم بتطلع مع سباين تبعيتي لتحت لفوق عشرة مرات اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة اربع مرات كمان سبعة تمانية تومور تسعة عشرة بيرفكت لحشتغل هلأ ارجع على البنش اللي اشتغلنا عليه بالأول ولكن لحغير له وضعيته اليوم نشتغل على عضلات لتشاست هني نفس العضلات ولكن من زيوي مختلفة وبطريقة مختلفة بطلع على شيء اسمه بانش كمان بعلش شوي هون صفة البانش فينا كمان نكون عم نوطيه شوي مش ضروري هلقب ده او من دلا هون يلا كمان لح اعمل من هون الوزن برجع بقلكون الوزن ديمو هون عم بشتغل فيون بشتغلها بركي بغير طريقة بعد بغير طريقة بروح سنجل 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 and double على مهلي لهون دايما كل شي مدروس بنتبه بالطريقة البقعد فيها بنتبه بالطريقة البقى فيها كل شي بين حسب بعالم التدريب ما في شي بين عمل بطريقة عشوائية ده حاجة لكم خاصة هلأ بموسم الصيفية كونوا natural قدمة فيكن تطلعوا 2 كيلو اوقات تنزلوا 2 كيلو نخبص شوي بالاكل نرجع نشتغل وناكل كلين هادي اشي من طبيعة الانسان ولكن يكون في مدربين حاطينكم بفرايم واحد يلي هو منشطات 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 بس لا تاخدوا نتيجة معينة انا عم فكر كمان اكيد مع جماعة مع الصبايا نكون عم نعمل حلقة خاصة عن المنشطات مثل ما دايما بنعمل لنشوف قديش الابيوس تابعون ممكن يكون على الناس اللي بيستعملون واليوم عزروني لما بحكي هيك ولكن للسيدات اللي هلأ قاعدين عم بيحضروني انتبهوا كتير لهذا الموضوع قديش فيه غلط بموضوع المنشطات اللي ممكن كتير يقزوا بس لمجرد لواحد يفكر انه الهدف طبعه يعمل جسم حلو قبل البحر او يعمل سيكس باكس دايما بقول انا ولحدا اللي ارجع اقول لو ضليتني مئة سنة عسات هوني انه اليوم سيكس باكس والشكل الحلو هنه نتيجة كتير طبعية لأول شي كيف منتمرن للأفرت اللي منحطه بالتمرين اكتر من هيك للطريقة اللي مناكل فيها اليوم هيدول العاملين لما مايكونوا موجودين ومستبدلين بشغلة تانية بركي ناخد نتيجة لوقت كتير بسيط لموسم البحر اذا بتكون وبعدين مايكون بالتالي عم نقزي سحطنا بطريقة مباشرة من هوني غيرت وضعية ايدي فتحت ايدي لبرة برجع بتافي لورا بشد المعدة برجع بنزل لهالبوزيشن كمان بروح عشر مرات واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانة تسعة عشرة برجع بطلع هون لح ارجع روح على كمان ولكن عم نشتغل غيرنا اكيد تبعية البانش وبرجع بقلكم انا بفتخر انه جسمي بيتفاعل باللايف سايل تبعي بعرف من حالي انا لماكون شوية عم بيكل مش كتير هالثي وزني بيطلع كابل اوف كيلوز لماكون انا فوكست اكتر لانو انا بتمرن كل ايام السنة فوكست اكتر اني اكل بطريقة انضف هون بشوف انا كمان النتيجة يوم هيدا تفاعل طبيعي تبع الجسم مع اللايف سايل تبعكم وعا حدا يحط لكم بعالكم شغلة غير هيك انا بشوفكم نهار التانين ات اتمنى ما د smooth هم wherein flavours انا بجزوق انا بجزوق اريم آج انا hats صور كري